من أطيب الحلويات العربية هي مفروقة الفستق الحلبي واليوم عملتلكم إياها بطريقة سهلة وسريعة ولتحضير هالوصفة بحتاج لكاسة ونص من شعرية الكنافة بحطها على النار وبحركها كتير منيح وأول ما تنشف وتصير معي بهالشكل رحطها بالخلاط بخلطها كتير منيح مع بعض وهيك بتكون الشعرية جاهزة بعدها بضيف عليهم كاستين من الفستق الحلبي المطحون برجع بخلطهم مع بعض وهلأ رحضيف عليهم نصف كاسة من السكر المطحون نصف كاسة من السميد الناعم لمحمص معلقة صغيرة من الفانيلا وأربع معلقة كبيرة من الزبدة غير المالحة لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة برجع بخلطهم مع بعض وهلأ رحضيف عليهم خليط مكون من ثلاث معالي اكبار من ماء الورد معلقتين اكبار من ماء الزهر معلقة كبيرة من المي وقطرتين اللون الأخضر ليعطوني لون حلو للعجينة وفيكم تستغنوا عن اللون الأخضر وإذا حساتوا العجينة جامدة فيكم تضيفوا عليها شوية مي وهيك بتكون العجينة جاهزة وطبعا بتشكلوها بالطريقة اللي انتو بتحبوها فيكم تستخدموا قالب الكيك أو فيكم تستخدموا قوالب المعمول وآخر شي من زينها بالإشطاء وبالنسبة للإشطاء فيكم تستخدموا أي إشطاء انتو بتحبوها مثل الإشطاء العربية أو الإشطاء المعلبة رح حط الحلو بالتلاجة ساعة كاملة وبعدها رح زينوا بالفستق الحلبي وفينا نقدم معا القطر أو العسل واستمتع بأطيب مفروكة فستق حلبي وصحتان وألف هنا